هلو الله بالشباب بحياتكم على فيديو جديد بات موضوع الشيء مستمر لكم بالتعديث الجديد وصلنا لكم الى قطع الفي اي بي نختبر القاصفة الكورية الجديدة بهذا المقطع ان شاء الله ونشوف هجوم الاول والهجوم الشامل لهذه القاصفة تستحق تكون بالفي اي بي ام لا ب 14 دولار لا تنسوا اللايك ومشارك يا شباب والقاصفة تنزلكم ان شاء الله يوم واحد بالشهر القادم مع روي الباصل الجديد خلنتعرف على القاصفة بشكل سريع يا اصدقائي القاصفة الكورية الجنوبية الجديدة ماذا ما شوفون الشكلها هذا يا حبايب قلبي هذي هي القاصفة قدامكم شكلها شبحي يعني جميل صراحة متانة القاصفة 18122 سرعة 133 عقدة المناورة 65 الرادار 16 كمية الرادار بعيدة سرعة 2.6 يا شباب السرعة قصوى 164 نجري اخذ المواصفات عليها الاهداف سطحية وتحت تحت الماء وتحيدها يعني هاي التضرب وتقصف تحت الماء وفوق الماء حلو السلام بنصوى متقدمة قوات جوية الكورية مشروع يعني هذي مشروع عادة ممتنفذ يا حبايب قلبي فلاهذه القاصفة بهذه المواصفات وبهذه الإمكانيات هتكون ممتعة وقوية أم لا خلنت عقلنا هذا الأمر من غلال التجربة هاي أصدقائي نبدأ الآن ونشوف السرعة قصوى العادة يقاصو في أوبا الف وتلاثة تسعين ول بله بن مع النزول الف ومية بالانقضاظ الف ومية السرعة مع المناورة ترجمة نانسي قنقر 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 650 ألف يعني تقريبا 650 ألف لأن واحد من طربيدات قلت صادر هدف 650 ألف هجوم الشامل لهذه القاصفة لا رعب القوة هاي عبر محلات الرعب هاي قاصفة متمكنة متميزة بسرعة عالية تقصف مديات بعيدة جدا مضادة للغواصات مضادة للسفن تستحق الفي آي بي على هذه القوة وبقاء على هذه الإمكانيات 100% تستحق هذه القاصفة الكورية وبدون أي مجاملة يا شباب